أعتقد أثرت بهذا بنفسية اللاعبين وثقافة اللاعبين وهي آفة الغرور أعتقد كانت موجودة متسللة في نفوس اللاعبين وفي أفكارهم وحتى في ثقافتهم لأنه أنت تعرف مدح الإعلامي كان كبير جداً لهؤلاء اللاعبين اللاعبين صغار عمار صغيرة راح ينغار جاد ما تحملوا هذا الحقيقة المدح الإعلامي ونقدر نقول شوي فقدوا التوازن لللاعبين بالإضافة يمكن للجمهور بالنسخة السابقة بالسعودية الجالية اليمنية كثيرة جداً وبعداد كبيرة حتى وراياتهم من كانت الجمهوري المدح الآن أيضاً الجمهور موجود في العقبة لكن بقل لأنه تعبق اليمن قريب على السعودية الزحف بالسيارة يمكن أن يصل للسعودية بالإضافة للجالية اليمنية كثيرة متوائدة بالسعودية قلت لك الحقيقة هذا الفريق إذا كانت هناك رعاية بشكل صحيح وحضروا بشكل صحيح واهتموا بمعسكرات تجربية أعتقد هذا الفريق سيكون لأشياء كبير في المستقبل نتمنى هذا الشيء يكون لليمن الشقيق من الفرق التي لا تكون مكروهها الكل يحب اليمن والكل يتمنى الخير وطبعاً هناك شيء مهم يمكن الخسارة هذه فادت المنتخب اليمني كيف تدر بالفوز الأخطاء الضيع الضيع هو طبعاً بالخسارة تظهر أنا أقول بالفوز يجب أنه نصح حقاً والسليبيات التي تكون موجودة لأنه اللاعب تعرف يتقبل النقد والتصحيح تكون نفسية مرتاحة عندما المدرب يتكلموا كابتن علي تحول للمنتخب العماني كنا بالمباراة السابقة تحدثنا عن نهي الجديد المدرسة الإسبانية والنلفئات العمرية فكر واضح بين الاتحاد العماني أنه يريد يبدأ من الفئات العمرية حتى يطور منتخب أول فكر إسباني تيكي تاكا بناء من الخلف وتركز على هذه الأمور تحسب له هو اللي يمكن الاتحاد العماني يريد أن ينتهج ويخطو خطوات الاتحاد القطري من خلال الاستعانة بخبرات إسبانية مثلما كان الاستحاد القطري يستعانى بسانشيز وكادر تدريبي وقوارديول إضافة إلى شافي كل هذه الأسماء الإسبانية بالتأكيد عمان أيضا هي دولة خليجية لديها الإمكانيات لديها الملاعب وهي بالتعداد السكاني أكثر من قطر من ناحية النفوس لذلك شنو تضير أنه أنا أستنسخ التجربة القطرية ويناجح يناجح الآن لكن تنجح إذا كان لديك الخامة الجيدة مقاومات الأساسية مقاومات الأساسية موجودة ملاعب من أفضل الملاعب كذلك خامة اللاعبين وعيك اللاعبين الآن شو أن أنجح أنجح من خلال تواجد اللاعبين ومميزين ترى المنتخب القطري ما جاء اعتباطا جاء من الناشئين إلى أن وصل لمرحلة المتقديمين ببطولات اشترك ببطولات اشبال ناشئي كل هذا ومعسكرات تدريبية قوية كل ما يخطر في بالك من جمالية كل القدم وفرق المتقديم وعطوها للمتقديم لذلك شاهدنا المنتخب العماني يمكن أنا قلت لك يمكن هذا أضعف نسخة من المنتخبات العمانية نحن نركز على هذه النقطة دائما ما تمدح دول المنتخب العماني منتخب جيد جيد نعم ليش لأن عمان بفرق الصغار لأننا لعبنا في كثير من البطولات شاهدناهم بعدنا كل الفئات العمرية المنتخبات العمانية قوية جدا صورت كانوا لاعبين من أبرز لاعبي العالم في بطولة الناشئي ناسع تزلوهم إذا تجي البدر الميمني تجي العماد الحوسني تجي الأحمد كانوا وغيرهم كلهم من الأشبال من ناشئين هذا الجيل من يجي يجي من الأشبال والناشئين أيضا جيل مهدي علي في الأمارات هي تجارب تستنسخ لذلك أنا شوف أن التجربة نعم ذلك يوم قلت لك أن الأخ علي النعامي يمكن هم و الأخ حسام المعمار شعدهم قريبين من مصادر الحدث من المصدر لذلك شوف الإطلاع المعلومة تجي جميلة يعني عليهم قال قال الآن الكاذب و كوادر التدريبية الفريق الشباب منتخب الشباب إسباني أيضا ناشئين إسباني أي أن هناك تجربة إسبانية مميزة يجب أن تأخذ مداها في الفترة القادمة لذلك شاهدنا المنتخب العماني خلال المباريات هو يبدأ بالتحضير أي لديه فكر لديه سياسة يجب أن ترسخ هذه المبادئ لدى هؤلاء اللعبين طيب كابتن قصاي نفس الحديث أن المنتخب العماني قدم كرة ما نقول جميلة جدا لكن كرة تلعب بالأقدام لعب عن اللعب الطويل بناء من الخلف حارس المرمى مدافعين لعبين وسط وهكذا هذه الأمور موجودة شاهدناها من مراهل المنتخب العماني لكن للأسف ينقصها أنه العامل التحديفي أو أنه مثل ما ذكر كابتن علي مع اليمن أنه طالع أو سوء الحظ مع هذه الأمور أو أنه خلاص اليوم خلنا بنجيل نحن ما يهمنا النتائج مثل ما نحن نتكلم على المنتخب خلنا بنجيل ما تهمنا النتائج شوف هاي البطولة مو مؤهلة لنهايات آسيا ولا مؤهلة لكاس العالم البطولة بيها تحضيرية تحضير بطولة انشيطية بطولة يعني استفاد من أخطائك كفريق وكمدرب أنت تعرف يعني من تريدي الطور فريق ما تقدر الطور فريق أنه أسلوب اللعب الطورة وطرق تخزيل وتهاجم مرحلة مرحلة يمكن قاعد يعمل على مرحلة أنه كيفية بناء اللعب من الخلف وأسلوب اللعب الكرات القصيرة وانتقال من الخلف إلى منطقة البناء اللعب إلى الوسط إلى الهجوم فأعتقد مرحلة مرحلة قاعد يشتقر عليها المدرب والوقت أعتقد موجود حاليا عدم بطولة كاس العرب يوم 15-7 في الجزائر أيضا راح تكون هذه البطولة أقوى من هذه البطولة فرق عربية ورح يكون الاحتكاك أعلى عربية أفريقية بالضبط فهذه البطولة يمكن راح يسبب بشكل أفضل ويبين الفريق بشكل أحسن حتى يبين عمله كمدرب نهايات تصفيات آسيا 1-10 هي هاي هتكون هنا العمل يبين العمل كمدرب عملك كفريق كعمل فردي كعمل جماعي كلاعبين هي التثبات راح تألك إلى آسيا فهذه هنا راح ممكن يكون يعني نشوف عمل أنه هل كان ناجل خلال هالبطولة يتين هو هالتحضر أو فشل بعدها ممكن يغير حتى منهجة مرات هذا الاسطوب ما نجح مرات قلت لك قبل فترة قلت لك طريقة اللاعبين هم منسعون الطريقة أنت مجيب طريقة وتطبق على لاعبين هم اللاعبين إمكاناتهم ما تقدر ما استحفك أنه يطبق لك هذا الاسلوب حتى منتخب العراقي ومو بس منتخب الناشين